كيف هي الأجواء في الخرطوب محية؟ صباح الخير داليا هي ليست بعيدة عن الذي يسود في القاهرة عدم التفاؤل موجود على الرغم من أن الحكومة السودانية درجة طيلة الأيام الماضية ومنذ أو قبلها حتى بالاجتماع الذي خرج فيه رؤساء الدول الثلاث وأقر هذه الاجتماعات برعاية جنوب أفريقيا مفوضة من الاتحاد الأفريقي الخرطوم التزمت الصمت حيال أي تقييم أو الخوض في تفاصيل ما يجري يعني كل التصريحات التي تصدر يوميا عن وزارة الريع بار عن خبر مقتضب يتحدثون فيه عن أن جدول المفاوضات اليوم الكيفية التي تناولها وغدا سيكون هناك اجتماع كذا وكذا وكذا ولكن حتى المسؤولين في وزارة الريع يمتنعون عن الإدلاب بأي تصريحات حول ما يدور خلف الأول مرهي هل الخلافات منسحبة كذلك على المسار القانوني للمفاوضات؟ هي طبعا أساس الخلافات الأساسية الآن جلها تتحدث عن النقاط القانونية يعني ما يدور الآن وما سيدور مستقبلا وأول هذه الخلافات القانونية حول هذا الاتفاق الذي سيتم توقيعه ما إذا كان سيكون اتفاق دولي أو سيكون اتفاق فني ينهي الأزمة الحالية يعني هناك خلافات قانونية معقدة بدرجة كبيرة جدا ربما يصعب الخوض فيها بتفاصيل أكثر من الذين يمكن أن يعتبروا دخلوا هذه المفاوضات وعلموا ما يدور فيها ولكن بصورة عامة معظم هذه الخلافات من 5 إلى 10% المتبقية من جملة خلافات صد النهضة هي خلافات قانونية من الدرجة الأولى قبل أن تكون خلافات فنية شكرا جزيلا